واني بيك واني بيك هي كلمة مركبة هي كلمة طرحيب كلمة محبة كلمة أخوة هي أكبر كلمة سمعتها عند الصحراويين صحراويك يرحب بيك يقولك ركف القلب ما شاء الله عليك ربي باركاليك مرحبا بيك وهي كلمة باللغة الحسانية اللي هي لغتهم الفيلم سما روحوا بروحوا الكلمة فرضت نفسها على الفيلم وهي عنوان الفيلم هو إنتاج مشترك ما بين المؤسسة العمومية التلفزيون الجزائري بالشراكة مع المركز الجزائري لتطوير السينيما بدعم من وزارة الثقافة وصندوق دعم وتطوير الفنون وتقنيات وسمع البصري وشركة الميروار بروت فيلم متبني قضية فيلم مساند لقضية عادلة أنا نجاوبك بسؤال لماذا فيلم جميلة الجزائر ليوسف شاهين عن جميلة بوحيرد لماذا فيلم الجزائر تحترق لروني فوتيي معناها كل حرب يلزمها حرب إعلامية موازية وإحنا مهمتنا كسينمائيين أن نكون عنا موقف ونساندوا القضايا هذه التحرورية لتدويل هذه القضايا ونوصلها للرأي العام بطريقة فنية مشروع الفيلم دام 6 سنوات يعني بديد فيه من 2016 حتى الأول عرض سبتمبر 2016 أكتوبر 2022 هذا فيلم صناعته هو ليس فيلم عن الصحراويين لكن فيلم مع الصحراويين أنا فيلم صناعته مع الصحراويين دعبنا مع بعض عينينا مع بعض والحمد لله وفقنا وكملنا للفيلم هذا هذا فيلم مع الصحراويين أول عرض للفيلم العرض العالمي الأول كان عند الصحراويين وأول جائزة وتتويج من طرف الصحراويين معناها فخر كبير وفرحة كبيرة أبرز الصعوبات هي الظروف ظروف تصوير الفيلم لأنه بدنا من مخيمة اللاجئين كانت ظروف مناخية ظروف جغرافية ونحن مع الفريق اتخذنا القرار هذا أن نصوروا معهم في أصعب الظروف بها نحسوا لأن كي يحس الفريق نقدروا نوصلها في الصورة هو رابح سليماني كما راني نشوفه في المستقبل كين أعمال مستقبلية الجانب السينمائي عندي فيلم جديد نحضر فيه وثائقي فني فيلم تسجيلي إبداعي لأننا بدنا خدمين عليه وكثير من المشاريع الأخرى تلفازية سينمائية جيكم جديد